كابتن عصام ازاي حضرتك اهنا بك يا كريم وسعيد بالكلام اللي بتقولوا الحقيقة لانك فعلا اعلامي محترم لان الحقيقة لازم كلنا نحي ابطالنا وانا بقول فعلا ابطالنا ولازم نستعبلك الابطال نالوا احترام كل افريقيا واحترام العالم عملوا مجهود خرافي جدا في هذه البطولة بحيهم اه حزنين ان احنا ما حصلناش على الله لكن صعداء باداء بطولي صعداء بناس فعلا شرفوا مصر وفعلا اه فعلا كانوا بيدفعوا على الوان اه علم اه مصر المصر الكبيرة جدا اه فبحب نحييهم كلنا والحية لازم كلنا نستقبلهم في المطال كابطال اه عملوا لعليهم وفي النهاية يا كريم لازم يكون فيه فائز وخاسر في كرة القدم ولكن كل التحية والتقديل اه لعيب وجهز منتخب مصر بالزبط يعني الناس اكتعدت وحاولت ودايما الماتشاط النهائية بتبقى صعبة لكن النهاردة شوفنا بس تراجع غريب لمنتخب مصر شوية في الشوت التاني يا كابتن عيسان انا اطفق معاك الشوت التاني فانا حصل تراجع غريب اه انا طبعا كراجل حاكم اه طبعا عمر بكاري مع التحكيم ولكن لازم ناكد دارس ان ارضى في الهدف الاولاني اه من وجهة نظر المتواضعة اه في خطأ واضح على اه مهاجم الكامل والحية حجازي مطلعش معالى ان في يد اه ايد الراجل ملاعيته سندت سندت على حجازي يطلع ويعمل ويعمل جنب الحقيقة كان فول واضح ولكن احنا ممتلمش من احترم دايما من كارات الحكام ولكن عاوزين نقول ان احنا ناخد دروس حتى في التحكيم ان خطأ زي ده اه اثر بشكل كبير على حيكة المضارعة ولكن اه هو ده التحكيم طالما فيه تحكيم هي بغانات اخطاء ولكن في النهاية يبقى اه ان اه لعيب المنتخب مصر نال واحترام الجميع زي ما قلت يا كريم انا سمعك ان دينا فترة كبيرة ما وصلناش لكاس الامم حتى للنهايات وان احنا نصل ونصل الى المبرانة النهاية ونتخطى منتخبات اه اه قوية جدا اعتقد ان ده اه مجهود يجب ان نقدر عليه اه رجالة اه المنتخب اللي فعلا لازم نتلك عليهم رجالة مصرين فعلا بظهروا فوقت الشدائد وعملوا الحقيقة اه انجاز انا من وجه النظر المتوضع اللي عملوا لعيبة منتخب مصر فهذه المطولة انجاز ويكفي ان هم رجعوا البسمة بشكلها الحقيقة على اه شفاق كل المصريين وشفنا حالة اه غير عادية في الشارع المصري حالة غير عادية من الانتماء اه ما بين المصريين خلال اه مدة اه كاسل الامم اه دي ما اشناهاش من ايام الفين وتمانية والفين وستة والفين وعشرة اه تحيط اجلال ليهم ان هم رجعونا هذي الفرحة رجعونا الانتمام بين كل طواف الشعب المصري اه انا سعيد بالروح اللي هم خلقوها في وسطنا كمصريين وابقلوهم شرفتونا وان شاء الله رب نوفاكم وتواصلوا ونكون لكم معاد مع كافر عالم في روسيا 2018 اه زي ما قلت حراج كابتو العصام انا سعيد بمنتخب مصر وفخور بمنتخب بلدي ولكن حاجة واحدة بس مزعلاني اللي انا يعني كنت اتمنى ان شعب المصري كله يبات مبسوط وفرحان بالمنتخب طب هي دي الحاجة اللي مزعلاني فقط ولكن انا مفيش حد اقصر من منتخب مصر مفيش حد اقصر من الجهاز مفيش حد اقصر من الادارة الاتحاد الكورة الكل اجتهد ولا هي دي الكورة زي ما بنقول انا مش بقولي الكلام ده على فكرة مجاملة ولا بقولي الكلام ده يعني عشان اهدي الناس لا الناس انا بقولك اهو يعني انا اتكلمت مع ناس كتير وكنت في الازاعة من شوية الناس زعلانة عشان اخسرنا بس مش زعلانة من لعيب مش زعلنا من جهاز مش زعلنا من إدارة حاسين إن مصر عملت اللي عليها في البطولة ورجعنا تاني يعني يبقى لنا الإسم الكبير اللي بيرعب كل أفراق والله أنا شايف يا كريم إن في بعض الحزن من كل الشعب المصري ولكن اللي أنا شفته من الناس وتعليقات الناس في وقت الألام وفي البرامج إن هم فغورين بالمنتخب زي ما قلت لإن هم حققوا الحقيقة أكثر مما إحنا كلنا متوقعين تمت بصدارنا بكل أمان المنتخب يستحق كل التحية والتقديل لإنه مثلا عمل اللي عليهم وكانوا كبكة وسنة أو أدنى من الفرز بالبطولة ولكن يكون حصل قدم فيه خاسر وفيه فائز والنهاردة قدر الله ما شاء فعل ولكن تحيي التقدير مرة أخرى لمنتخبنا رجالة المنتخب المصري اللي شرفونا وحتى خلوا العالم كله بتكلم على المنتخب بشكل يا كريم أدنى فترة ما كانوش بتكلم على منتخب مصري بأزل في هذه الصورة فإن شاء الله القادم يكون أفضل للشعب المصري والمنتخب مصري بإذن الله مبروك على المنتخب المحترم وإن شاء الله نكمل المسيرة بالنسبة لمنتخب مصري في الفترة القادمة واللي جاي أحسن إن شاء الله بالنسبة لمنتخب مصري عايز أقول فيه مكاسب كبيرة لمصر بعد وصول منتخب مصر للمباراة النهائية حتى حصوله على المركز التاني هتقولولي إيه؟ هقولك الشعب المصري الكرة جمعته يعني نزلوا الشوارع كده قبل المباراة أو أثناء المباراة أو أثناء أيام البطولة هتلاقوا المصريين كلهم قاعدين جنب بعض فاكرين قبل كده لما كان بيبقى فيه مظاهرات وفيه مشاكل والأمن ومش عارف إيه؟ لا دلوقتي المصريين كلهم في الشارع رجعوا تاني المصريين بيحبوا بعض كلنا جنب بعض مسلم مسيحي طفل راجل كبير سيدة فتاة الكل متواجد في الشارع ماسك عالم مصر يعني عشان تبقوا عارفين قد إيه المصريين بيحبوا بلدهم بصوا منتخب الكاميروني واقف ممر شرفي بيسقف لعبة منتخب مصر فابقول لكم فيه مكاسب كتير قوي يعني أنا كنت متخيل من فترة كده كنت متخيل إن خلاص اللي إحنا كشعب مصري الكرة ما بقيتش تفرق معنا لا الكرة بتفرق والكرة أكتر حاجة في مصر أنا بقول لكم هو على مسئوليتي أكتر حاجة في مصر بتفرح الشعب المصري وبيتجمع الشعب المصري انزلوا النهاردة الشوارع انزلوا الشوارع في الأيام اللي مصري بتكسب فيها في الكرة هتلاقوا الشعب المصري كله في الشارع هتلاقوا الشعب المصري كله قاعد جنب بعضه وبتشجع أنا شفت النهاردة مناظر وشفت ميادين في المحافظات في إسماعيلية وفي الفيوم وفي الصعيد وفي مطروح إيه ده؟ إيه ده؟ إيه المصريين اللي نهاردة أنا بقول لكم هو يعني من ساعة الصورة و30 يونيو وأي صورة كانت موجودة في مصر المصريين ما نزلوش الشارع بالكم ده أنا أعتقد النهاردة لا يقل على 40-50 مليون مصري في الشوارع في المحافظات في الميادين في مراكز الشباب بيتابعوا منتخب مصر وبيتفرجوا على منتخب مصر ولا بقى فيه عربيت أمن مركزي تقف عشان تحمي مش عارف إيه يعني إحنا بنحب بعض إحنا شعب بنحب مصر وبنحب الكرة وبنحب المنتخب فالحاجات دي كلها هتبين لكم قد إيه الكرة بتفرق مع منتخب مصر وقد إيه المصرين عندهم انتماء لمنتخبهم وبلدهم وقد إيه بيحبوا يتابعوا المنتخب وبيفرحوا وبيبسطوا وبيزعلوا دي إيه دي طبيعة في الكرة بتكسب بتفرح بتخسر بتزعل فيش مشكلة لكن إحنا كلنا وأنا بقول لكم هو الكلام ده وعلى مسئوليتي ومش مجاملة على فكرة لو في حاجة حنتكلم فيها وأقول لكم ده أسر فيه أخطاء فإنها بتحصل فيها أي حاجات غلط حصلت عادي بتحصل ما فيش حد بيبقى يعني كامل أو الكمال اللي له وحده ولكن النهاردة مش وقت كلام في انتقادات أو كلام في أخطاء إحنا اجتهدنا وعملنا أكتر حاجة نقدر نعملها كان فيه إصابات فيه حالة إيجاد غير طبيعيا اللعبة دي كلها بقول لكم أول مرة تلعب بطولة أمم أفريقيا إحنا معدناش غير أربعة بس لعبوا قبل كده بطولات أمم أفريقيا عصام الحاضري والمحمدي وأحمد فتح ومحمد عبد الشافي التسعتاشر لعيب الباقيين أول مرة يلعبوا في أفريقيا مطشات قريبة جدا اجتهدنا وكسبنا مطشات صعبة جدا كسبنا أغاندا وكسبنا غانا وتعدلنا مع مالي لمنتخب القوي جدا وخرجنا المغرب وخرجنا بوركينا فإذا اللي أنا بقول أقوى منتخب ظهر في البطولة الحالية هو منتخب بوركينا أنا مش عارف إحنا كسبناهم إزاي بضربات الترجيح فلا اجتهدنا وموتنا نفسنا واللعيبة رجالة ومحترمين واللي جاي أفضل إن شاء الله بالنسبة لمنتخب مصر هنطلع فاصل سريع وبعدين نكمل تاني حلقتنا النهاردة في كرة كل يوم نتمنى إن هي تكون حلقة احتفالية ولكن مفيش مشكلة اللي جاي أحسن بالنسبة لمنتخب مصر بإذن الله